ليه الزمالك النهاردة ظهر بشكل رائع جداً تحديداً في أول 45 ديئة ده أعتقد يعني يشغل حيث مهم جداً من تفكير الناس إيه اللي تغير نيجي هاخد من كلام محمود على حتة الروح هو النهاردة أول مباراة للزمالك في دورة الأبطال يعمل فرات أكثر من الفرق اللي بتنفسه يعني النهاردة زمالك عمل 18 فاول والترجع عمل 15 فاول ساعة الناس بتبص للفاول أنه هو حاجة سلبية بس أنت لو تبص أن الزمالك فاكرة ما كنا مع بعض يا كريم بعد ماتش الأهلي وقلت لك أن الزمالك عمل 3 فاولات بس في لقاء الأهلي في التسعين ديئة وده رقم غريب جداً النهاردة الزمالك في أول لقاء ليه في دورة الأبطال في دورة المجموعات بيعمل فاولات أكثر من الفرق اللي بينفسه ففيه يعني ده دلالة شواء أن الاتحامات كانت فيها أخشن وفيه قوة وحاجة زي كده ده مستوى الروح طب مستوى التاكتك اللي بنتكلم فيه بقى التفصيلات اللي كانت جوا المباراة ما أكيد يعني ما فيش لعب عايز يخسر مش معنا أن الروح كانت أعلى شواء النهاردة بقى المشارة اللي فاتت اللي الفريق عايز يخسر لا فيه شوية أمور تنظمية تمت النهاردة سمحت لده الزمالك تعالوا نبص الأول على الكرات اللي خسرها الترجي في نص ملعبه يعني كانت فيه ملاحظات من أكتر الناس اللي بتتابع الأداء وكذا أن مدافعين الترجي هم مدافعين تونس بشكل عام تاريخيا خالد فضرق عايدي ناس أجسام قوية جدا بس ما عندهمش المرونة وبيفقدوا الكرة كتير فحالا نشوف الزمالك الكرات اللي خسرها الترجي في نص ملعبه دي الكرات اللي خسرها الترجي بشكل عام لو تبص للرقم اللي الترجي خسره في نص ملعبه هتلاقيه رقم كويس كويس لفريق بتضغط عليه وخصوصا أن الترجي لعب كتير كور طويلة لا ده الرقم ده كويس لو قارنتوا مثلا بالكرات اللي خسرها نادي الزمالك بص النصحة بص 2-1-3 في المناطق خطيرة اللي هو التلت الأخير هات كده الزمالك والكرات اللي خسرها عشان أبيين لك برضه أن رقم الترجي مش كويس دي الكرات اللي خسرها نادي الزمالك قليلة جدا التلت الأخير فيه كورتين في أقصى اليمين على الأطراف الملعب إنما المنطقة اللي هي قدام منطقة الجزاء الزمالك مخسرش فيها كرات بشكل مؤسس